اهلا بحضرتكم من جديد على بعض الصفحات غلاف معمول الفوتوشوب لمجلة الاهلي واخدين الغلاف اللوجو بتاع الاهلي الشعار بتاع النادي رئيس مجلس الادارة كابتن محمود الخطيب رئيس التحرير العبد لله الصورة محطوطة حتى صورة قديمة ابو تريكا وبركات وبينهم ما هيدي اللي شككتني اه وبينهم شيكابالا وبعدين عنوين غريبة جدا لا يليق يعني طبعا فانا لقيت ضجة ودوشة وحد عامل لي منشن عشان اعلق واقول فقلتولي يا جماعة عيد يا جماعة المجلة بتطبع مساء الثلاث لسه ما طبعتش يوم الحد ده كلام اي حد يبص فيه يعرف انه لده غلاف الاهلي ولا المضمون بتاعه ممكن يعبر عننا كسياسة تحريرية وحتى اللي عمل الفوتوشوب ساب ان المجلة لسه بجنية يعني الراجل حتى مجرد شو خطره انه يبت لاتة جنية لا الغلاف من من تكوين قديم فلسه ميت اير ما انت فيه بركات وابوتريكة وليسه بركات وابوتريكة فده على ايامهم ولقيت صخب شديد جدا ولقيت خناءات وكلام كتير فاضطرت ان انا اكتب طب اصل خطورة الموضوع انه بيتبني عليه بالزبط فاني كنت عشان كده نفسي اسألك لقيت الضجة المسارة واضطرت اكتب على صفحتي على تويتر وعلى الفيسبوك يا جماعة فيه فوتوشوب لمجلة الاهلي موجودة على بعض الصفحات لا بيعبر عننا ولا احنا مسؤولين عن مضمون ولا يمكن نعمل حاجة زي كده وارجوكو هذا عبث لا يليق وده بقى الخطورة اللي الموانس عاد بيتكلم فيها فيه القانون دي محررات رسمية يا جماعة دي مش لعب بالناس بتهزر قبل كده سريعا في نهاية ولاية المهندس محمود طاهر نصب الى المجلة غلاف وانتشر الايه في نتيجة الانتخابات والخطيب يشكر جماعة الاممية قبل الانتخابات قبل الانتخابات بيومين وتم تدوله يا جماعة اللي بيعمل كده ارجوكو لو هنهزر كتير هنتطر لاستخدام القانون لو هي الفعل ان المسألة فيها هذه الاستهانة انت بتحط اللوجو الرسمي بتاع المجلة وشعار النادي الرسمي حطيت نفسك تحت طائرة القانون ومفيش فرق بين النشر الالكتروني والنشر الورقي الجريمة واحدة محناش عايزين نضطر ابدا اذا كان اللي بيعمل كده حد من الاطراف الاخرى بهدف انه يلبسنا قضية مفهومة ومكشوفة لانه ده سلوك لا يمكن ان احنا على المستوى المهني نرتكبه ولا خطأ قانوني نقدر ابدا نمتدي اليه لكن لو ده جمهور الاهلي هيعز علينا ان احنا فعلا نضطر لاستخدام القانون او نضطر للشكوة بتين نزوط المصلحات لو حد من جمهور الاهلي مش جمهور الاهلي ما احنا اتفقنا ان الجمهور ده معنى كبير قوي مش كل واحد يقول انا الجمهور لو اي حد من من جمهور الاهلي لو اللي بيعمل كده حد من جمهور الاهلي عشان يثبت يعني ان هو بارع ويقدر يكتب علوين ويقدر يعمل تصميم غلاف ويقدر يصمم او يعمل افه لا ما احنا قلنا برضا استاذ ابراهيم على مبدأ التحفيل يا جماعة والله العظيم هذه شرور هذه شرور احنا البني ادمير مفروض قطيب من كده بكتير ما تسيبش مشاعرك ذا اللي يكلمك في التلفون اجتمك ويقفل كسبت ايه ايه يعني كلام تافه جدا واللي بيزوءك عليه اتفه منك يعني هو يا دي القصة ده شر شر ما يصحش حتى لو بتعمل من باب الهزار او التحفيل كفاية بقى جماعة حتة التحفيل دي لا طليق بالرياضة حتة التحفيل دي